الحديث عن فيروس كورونا لا ينتهي ولا ينقطع أبدا خلال الأشهر الماضية مع وصول عدد الإصابات جراء هذا الفيروس في العالم إلى أكتر من 6.500.000 إصابة وأعداد الوفيات ناهز على 400.000 حالة وفاء فيما لم يستدل حتى الآن على مصل أو لقاح لعلاج هذا الفيروس الخطير الذي تم تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة عالمية أما الوضع في مصر فيزداد سوءا يوما بعد يوم البيانات الرسمية اليومية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية أصبحت مصدر رعب وخوف للمصريين خصوصا مع زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام اللي فاتت إلى أكتر من 26.000 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس البيان الرسمي لوزارة الصحة والإسكان قال عدد الإصابات في مصر وصل إلى 26.384 مع تسجيل 1399 حالة إصابة جديدة عشان يصل عدد الوفيات في مصر لأول مرة إلى فوق ألف حالة وفاة مصر سجلت حتى الآن جراء هذا الفيروس ألف وخمسة حالة وفاة مع تسجيل أمس 46 حالة وفاة إذن الوضع في مصر يزداد سوءا كما تقول الإحصائيات وكما تقول الأعداد الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية لكن العدد على حد ما قالت وزارة الصحة فقط 26.000 إصابة لكن يظهر من جديد وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي دكتور خالد عبدالغفار قبل أيام قال أننا سنشهد ذروة انتشار هذا الفيروس خلال الأيام القادمة لكن أمس في تصريح صادم واعتراف لأول مرة من الحكومة المصرية ممثلة في وزير التعليم العالي قال أن الأرقام الحقيقية لفيروس كورونا في مصر خمس أضعاف المعلن وأن الرقم الحقيقي للإصابات قد يصل إلى 117.000 إصابة وأنه يتوقع خلال الأيام القادمة أن يتم الإعلان عن 100.000 إصابة وقد يصل العدد إلى المليون هكذا قال السيد وزير التعليم العالي في تصريح أمس له والسؤال الآن السؤال الآن اللي بيسأله كثير على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيسأله كثير من المصريين يا طرى نصدق من نصدق الستة وزيرة الصحة اللي المفروض المسؤولة الأولى عن صحة المصريين ولا نصدق وزير التعليم العالي نصدق وزارة الصحة اللي بتقول الوضع تحت السيطرة وعندنا 26 ألف حالة إصابة فقط وإن شاء الله مصر ماشية إلى الأفضل ولا نصدق وزير التعليم العالي اللي بيقول إحنا دخلين على أزمة وعدد الإصابات مضروب في 517 ألف ويمكن نوصل خلال الأيام الجاية إلى مليون وإحنا بالفعل دخلنا في الأزمة وعندنا مصيبة جميرة وعندنا مشكلة كبيرة قد تحدث في مصر خلال الأيام القادمة يبدأ من جديد هاشتاج وهو اسم وزير التعليم العالي يتصدر الترند في مصر والسؤال يا ترى نصدق مين ونسمع مين نتابع صفحة وزارة التعليم العالي ولا نتابع صفحة وزارة الصحة نادية المجد بتقول هو ليه وزير التعليم العالي بيتكلم عن إصابات قد تصل للمليون بفيروس كورونا ووزيرة الصحة بتقول مناعة المصريين ادتنا براح في مواجهة كورونا عسل اسود بيقول بعد كلام وزير التعليم العالي إن الإصابات في مصر تقريبا 117 ألف كلها أسبوع ووزارة الصحة تطلع تقول في البيان أعداد الغير مصابين مش أعداد الإصابات أبو حبيبة بيقول وزير التعليم العالي بتاحهم بيعلن إن الإصابات خمس أضعاف المعلنة وإننا ممكن نوصل لرقم مليون وإن أعداد المتوفين عشر أضعاف طيب اللي كذب قبل كده مش هيتحاسب ومن البداية قلنا لكم في كذب طب بعد إعترافكم هتعملوا إيه ولا هو كلام وخلاص دهية تاخدكم أما تيمو بيقول وزارة الصحة بتقول 26 ألف إصابة بفيروس كورونا أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقول 117 ألف إصابة تحس إن وزارة الصحة بتاعتنا أوصد البلد ووزارة التعليم الجزيرة مباشر مش ناعز غير إن وزيرة الصحة ترمي ميكروفون وزير التعليم العالي بهذه الطريقة تفاعل الألاف على مواقع التواصل الاجتماعي مع التضارف في الأرقام الرسمية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية ووزارة التعليم العالي خلال الأيام اللي فاتت والمواطن حاير يترى هسدى وزارة الصحة ولا هسدى وزارة التعليم العالي يترى مين بيدير ملف هذه الأزمة أو مين بيدير ملف فيروس كورونا في مصر هل هي وزيرة الصحة أم أنها مجرس سكرتيرا بتنفذ ما يمليه عليها النظام المصر اشتركوا في القناة